شيك مالي بقيمة 180 مليون فرنك سيفا هو المبلغ المالي المقدم من جمهورية الصين الشعبية الى البلاد بهدف دعم المرحلة الانتقالية لا سيما تنظيم الحوار الوطني الشامل وتدخل هذه البادرة في اطار التضامن والتعاون القائم بين البلاد والصين الشعبية في شتى المجالات السفير الصيني لدى البلاد سعادة ليجينجين اشار بان بلاده وابرى هذا الدعم المالي تؤكد وقوفها الدائم بجانب البلاد لتجاوز هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها المؤاسر والتي تتطلب هجد الموارد المالية واللوجستية اللازمة من جهته وزير الدولة المكلف بالمصالحة الوطنية والحوار الشيخ ابن امر اشاد بهذه البادرة ووصفها بالاجابية مضيفا في الوقت نفسه بان هذا الدائم المالي يسهم بشكل فائل في الاستعدادات والتهديرات الخاصة بتنظيم الحوار الوطني الشامل وعليه فان الوزارة ستعمل ما بوسئها للتسيير الجيد واستخدام الموارد المالية التي تقدمها الدول الصديقة والمنظمات الاممية والدولية ترجمة نانسي قنقر